بالفعل مصر والصين ما بينهم أصلا قواص مشتركة كبيرة جدا خاصة أن كل من الدولتين ليهم حضارة عريقة يعني وده اللي بيجمع بين مصر والصين دايما لكن حابين بقى نتكلم عن التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام والصين في إنتاج هذا الفيلم وخصوصا هل من مزيد من مجالات أخرى للتعاون؟ تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة فوجيان لإنتاج فيلم مشترك بين مصر والصين عن طريق الحرير لكن جائحة كورونا كانت عائقا أمام بداية التصوير الهدف من زيارة مصر هو أن ننطلق للعمل في هذا المشروع ونستهدف رؤية شريكنا المصري على أرض الواقع وأن يحدث نقاش عميق في تفاصيل السيناريو والتصوير وتفاصيل المشروع كذلك سيزور الفريق المصري المسؤول عن المشروع مقاطعة فوجيان حتى يروا كل التفاصيل فالتاريخ مهم جدا للترويج للسياحة والثقافة وسيكون ذلك جانبا إيجابيا للطرفين صحية